السلام عليكم الله بالخير اليوم السبت موضوعناك العادة السياسي كل سبت أثارت زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى لبنان الكثير من التساؤلات واللغط وحول ما هي هذه الزيارة ليش هذه الزيارة وما الذي سينتج عنها عرض وزير الخارجية الكويتي بصفته وزير الخارجية الكويت ومبعوثا عن دول مجلس التعاون والدول العربية وبعض دول العالم وهذا اللي أكدها وزير الخارجية الكويتي منها أمريكا ودول أخرى وقدم ورقة وطلب أجوبة من الحكومة اللبنانية يفترض أن ترد الحكومة اللبنانية على هذه الأجوبة اليوم السبت حتى تعرض غدا الأحد في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الذي سينعقد في الكويت بصفتها رئيس لاجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الحالية ومفترض الدورة المقبلة ستكون لبنان والكويت ستتسلم لبنان الرئاسة فزاهر وزير الخارجية الكويتي لبنان والتقى بالرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورد عليه رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الرئيس الوزراء بأن المطالب قد يكون من الصعب تحققها المطالب كلها يعني مطالب تطبيق قوانين دولية وقرارات أممية المطلب الوحيد اللي هو نزع سلاح ما يسمى بحزب الله أو نزع سلاح الميليشيات هو اللي يعني أبدو الرئيسين عدم القدرة على تنفيذ هذا المطلب إذا كان تنفيذ هذا المطلب يعني شبه مستحيل وإذا كان هذا المطلب شبه مستحيل تنفيذه من قبل اللبنانيين فما الجدوى من زيارة زيار الخارجية الكويتي إلى لبنان وتقديم هذا الطلب عن كل هذه الدول باعتقادي أن اللغط اللي دار حول مقاطعة دول خليج للبنان والتذرع بأن كان سببها تصريحات قرداحي وأن قرداحي استقال يلا تعالوا السبب زال فرجعوا العلاقات بيّن الدول خليج عبر هذه المطالب أن تصريحات قرداحي هي القش التي قسمت ظهر البعير وأن ظهر البعير محمل حمل ثقيل جدا وزارة القشة لا تكفي فبالتالي ألقت الكرة بملعب اللبنانيين وشهدت العالم كله والمجتمع الدولي على هذه المطالب وعلى هذه الخطوة فانتقل وزير خارجية الكويت من بيروت إلى واشنطن وعقد مؤتمر صحفي واجتمع بوزير خارجية الأمريكي وأبلغ فحو الرسالة ويفترض أن يتم الرد اليوم ولا يتوقع أن البنانيين سيردوا الرد يعني ربما يطبق هذه القرارات دول خليج لم تطلب طبعاً مثل ما قلنا سافر مبعوثاً عن دول خليج وتم اختيار الكويت لأنها وسيط موثوق ولأن لها يعني كعبها عالي في مسألة الوساطات الدولية ويعني دائماً خصوماتها وعلاقاتها ليست حادة فحتى سحب السفراء اللي شاركت فيه الكويت لم تتخذ بعدها موقف حاد فبالتالي موقف الكويت مقبول من قبل الجميع من قبل جميع الأطراف وهي طرف موثوق ويعني لها تاريخ طويل في الوساطات فبالتالي تم اختيار الكويت السبب الثاني اللي يأتي بعد السبب الأول واللي هو أن الكويت مثل ما قلنا رئيساً للدورة الحالية فلهذا السبب مثل ما قلنا لهذه السببين أو لهذه الأسباب تم اختيار الكويت فالكويت أدت دورها وألقت الكرة بملعب اللبنانيين ونقلت الصورة للمجتمع الدولي وأوصلت الرسالة للولايات المتحدة وبانتظار اللبنانيين اللي لا يتوقع أن يقوموا بردة فعل يعني ترضي خلنا نقول المجتمع الدولي وليس دول خليج فقط ما اللبنانيين عندهم مشكلة كبيرة وعويصة مع حزب الله حزب الله مسيطرة على مفاصل لبنان ولا يريد طبعاً تركها والأطراف اللي ماسكة الرئاسة مستسلمة لهذا الأمر الواقع فبالتالي تلقي باللائمة حزب الله وجماعته أو ما يسمى بحزب الله وجماعته والأطراف الأخرى تلقي باللائمة على دول خليج إنها تركت لبنان لم تترك دول خليج جبنان لبنان هو الذي ترك نفسه وسلم نفسه لهذه الميليشيات وعليه أن يختار إما أن يستمر بهذا المسار أو يحاول تغييره من الداخل دول خليج مثل ما قلنا لم تتدخل بالشأن اللبناني تريد إعادة لبنان إلى المستوى الدولي وإلى أن يكون دولة تطبق القرارات الدولية والأمومية ولا تدخل بشؤون الآخرين وتضامن مع الدول العربية يعني مثلها مثل أي دولة عربية يبقى الأمر على اللبنانيين أنفسهم أن يختاروا إما الانهيار أو استمرار بالانهيار أو أنهم يعودوا مرة أخرى ويحاولوا الانضمام إلى ركب الدول العربية أظن أن سعد الحريري أيضا زاد الأمر ودفع بنفس الاتجاه عبر استقالته وترك اللبنانيين واجهون مصيرهم وقالهم خلاص أنا ما أقدر أنا حاولت ولا أستطيع أن أقدم أكثر حياته كانت مهددة بالخطر ويتم فترات طويلة خارج ابنان ما يستطيع التحرك ليس له تأثير على الجالية أو الطائفة السنية أظن أن دخول بهاء شقيقة اليوم ربما يكون محاولة أخيرة للملمة صفوف التيار السني وربما يكون هي يعني خنقول محاولة من داخل بيت الحريري للملمة صفوف ومحاولة إرقاذ ما يمكن إنقاذه عبر المحاولة الأخيرة أو إلقاء طوق النجاح والأخير اللي ما فيه بعده خلاص إذا لم ينجح بهاء الحريري في إعادة لبنان لوضع السابق فلن يعود لبنان لوضع السابق ويتجه نحو نفق مظلم الله أعلم أين ستكون نهايته أظن أن الآن ننتظر من اللبنانيين هل سيستجيب التيار السني مع بهاء الحريري هل سيستجيب هل سيستجيب اللبنانيين لمطالب دول الخليج أو دول يعني مطالب الوساطة الكويتية هذا ما سيكشف عنه غداً لأحد بإذن الله اليوم يفترض يصر رد وغداً لأحد وأظن أن اللبنانيين سينشروا الرد لأن اللبنانيين سربوا كل فحوة الخطوات هذه وحتى اللي قبلها زيارة وزير خارجي الكويتي وسربوا كل شيء وهناك محاولات تخريب ومحاولات يعني تقليل من شأن هذه الزيارة ويعني في حركات سووها اللبنانيين المهم ننتظر ولا نتوقع الكثير لكن الذي فعلته دول الخليج أن ألقت الكرة بملعب اللبنانيين أمام الشعب اللبناني وأمام المجتمع الدولي بشكل عام وخلاص إحنا يعني ما قصرنا كفينا ووفينا والباقي عليكم أيها اللبنانيين أظن هذا كان فحوة الرسالة وهذا كان المراد من هذه الزيارة وهذه المبادرة التي قامت بها الكويت نيابة عن دول الخليج والدول العربية وبعض دول العالم ترجمة نانسي قنقر